بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وخاتم المثالين أهلا بكم في درس جديد من دروس برنامج السيري دي ستوديو ماكس بيقدمها لكم موقع وأكاديمية وقف أونلاين وبشتغل فيها معكم أخوكم في الله أمين خالد كنا وقفنا عن الدرس اللي فات في الإيدت بالبولي وتكلمنا عن الإيدت بالبولي وعرفنا ما هي الإيدت بالبولي النهاردة سنكمل كلام عن الإيدت بالبولي بس سنتكلم عن آخر شيء فيه اللي هي الإلمنت بدأنا الأول بالإيدت فيرتيسيز عرفنا المستويات المختلفة والاختصارات بتاعتها 1 2 3 4 5 كنا أحد أهلا فالفعوم بالبولي Это الشديد الكثير من الإيدت لا تقف اي حاجة جديدة هي نفس البروجنز بالضبط ممكن تمسك الجسم بحاله وتقول له فليب ممكن تده تعمل جديدة ممكن تعمل تغير في الترانجوليشن بتاعت البروجنز بتاعتك بس هما مزودين البروجنز ليه هما ليه حطين حاجة اسمها ليه لان ممكن لديك الادت بالبولي يبقى عبارة عن كزا المنت مع بعض لو عملنا واحد تاني كده مثلا واحد تاني كده بسكنا الادت بالبولي هنا وقلنا له اتاتش وزودنا ده وزودنا ده هنا هتلاقي ده كله كده مع بعضه بقى اتاتش وزودنا ده الادت بالبولي واحد الادت بالبولي ده مكون من ثلاثة المنت وده المنت التلاتة جسم واحد ثلاثة المنتات بيكونوا جسم واحد ممكن تمسك الادت اللي انت عايزه وتنفذ عليه الاوامر اللي انت عايزه الادت بالبولي ده كان بالنسبة للادت بالبولي فيه حاجة تاني عايزة تكلم عليها برده في الدرس ده موجودة في البولوجنز والادت بالبولي حتى اسمها الماتيريال اي دي البولوجن ماتيريال اي دي انت ساعد بتحتاج تمسك مثلا مجموعة من البولوجنز وتقول انا عايز ده مثلا يبقى حديلو مثلا ماتيريالز معينة او حديلو لون معينة او حعمل عليه تأثير معي فمش عايز كل مماجي مثلا ايه مش عايز كل مماجي اختار اقعد اختار مثلا كده الكاذا بولوجن ده انا حعمل عليه مثلا تأثير معين فمش عايز كل مماجي اختارهم عشان اشتغل عليهم انأختارهم بولوجن بولوجن بالطريقة دي فالحل ال هنا انت فيه حاجة اسمها بماتيريال اي دي ماتيريال دي انا جات اخترت مجموعة البولوجن تقوله انا هديها اي دي هديها تعريف الاية انيها مثلا رقم اثنين فانت لو جات هنا قولت له عايز?, أختار كل البولوجنز رقم اثنين و قلت له命ائي دي هايختار لك اللي انت كنت مختارهم هنا دول بقيت cd id 1 أختارت هذه المسائلة قطعها اختار المسائل فالإدارة 5 إذا ضدنا نقوم بإيطار مختلف الإدارة 3 راحبنا سيختار 3 إختار المسائل فالإضافة 3 إنما أختار المسائل فالإدارة 5 والإضافة 5 سيختار المسائل الفالي الإستمرار السابق 3 نبعد عن الأرقام اللي في الأول اللي هي واحد واثنين وستة لأنه هو عمل مقسم الإلمنتس اللي عندينا المتالي الزايدي كل فاس منهم واخد ايدي معين فإحنا مختارنا احنا الايدي هات اللي احنا غيرنا دي عمل تدخل مع الايدي هات اللي هو كان مختارة فمسلا ايه هو مد الأسطح دي الايدي هات اللي احنا زودنا عليها المستويات اللي احنا عملناها دي تعالى نبعد عن من واحد لستة خالص نقول له هنا مثلا عشر لا اسف في الست ايدي عما نجي نكتب بنكتب في الست ايدي عايزة خلي ده رقم عشر وعايزة خلي ده رقم احداشر مثلا وعايزة خلي ده رقم اتناشر عشان يبقى سيلكت على حاجات اللي احنا مختارنها بس اما تجي نقول له سيلكت ايدي عشرة سيلكت ايدي احداشر سيلكت ايدي اتناشر سيلكت ايدي هايختار بس البولوجنز اللي احنا كنا مدينها الايدي ده يبقى السيلكت ايدي انت بتختار مجموعة بولوجن معينة وبتديها تعريف معين أو رقم معين بحيث تيجي تختارها على طول تختار الرقم اللي انت كنت مدهولها ده حتى تيجي لك متحددة زي ما انت اخترتها بالظبط ده حتة الماتيري القديدة للتسهيل بدل ما تيجي كل شوية تختار مسلا عدد معين من البولوجنز كده بانت تسايفهم للدوم قديم معين مجرد انت تكتب الرقم بيظهر معاك البولوجنز اللي انت كنت مختارها دي دي للتسهيل في الشغل يعني مش اكتر ان شاء الله في الدرس الجاية هنكمل كلام عن الادتابل البولي